اشتركوا في القناة 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 نص الاستماع نستطيع أن نعمل كثير من أشياء يجب عليك تعمل بعض التمارين كل يوم تبدأ مهم جداً لتحافظ على حركة جسمك تعالوا نبدأ كده على طول بالحل أول حاجة وقال في القطعة أن من الموقع أن تتأكل طعام طبعاً صحي طبعاً صحي طاني حاجة نستطيع أن نحن ملقى كثير من أشياء عشان إيه؟ عشان نعتني بصحتنا مفوط تعمل إيه كل يوم ريستش أبحاثكم كذكاك محلو تمارين تمارين تحافظ على جسمك حركة جسم ده اختار الإجابة الصحيحة هذه الحقيقة الحقيبة هي تعتبر إيه من عمتي أو من خلطي لعبة غرفة طبعاً هي هدية من عمتي هي رياح خفيفة سكاي السماء بريز النسيم سان الشمس كلاود طبعاً النسيم نحن نقدر نشوف منظر رائع من إيه؟ من الأفن من الفرن كلازت الخزانة بالكين الشرفة بول طبعاً من الشرفة أو البالكون أي نقط أبيدروم وز ماي سيستر أبع أعمل إيه؟ في الغرفة مع أختي دو ولا شير بشاركها؟ طبعاً بشاركها نقرأ ونختار من الكلمات اللي قدامنا هي فيها مباني إيه؟ مباني عالية وفيها الكثير من الحضائق عشان توعد تحتها وإيه كمان ورلاكس وتسترخي نمبر 2 نكتبها هنا نقضي الكثير من الوقت لنمبر 3 هناك هنقل القطع دي ونحل التدريبات اللي جاية عليها أو الأسئلة أنا نادا اسمي نادا أنا عائشة في قرية أنا أعلم أن الكانتري سيد الوريف هو أكثر من المدينة أهدا من المدينة وأنا بحبه أنا زرت الكاهرة العام الماضي لكن ساعدت أن أعطت إلى منزلي المدينة كبيرة جداً هناك حوالي 20 مليون شخص مليون شخص في القرية بتاعتي حياة أبطأ الناس ألطف وكل شيء بيكون أجمل هناك مكان أماكن خضرة كتير في المدينة هناك حقول وأشكار كتير في القرية الجو بيكون الهوى أنظف كبيرة جداً أهدا وما فيش كثير من المحلات سوء تسمى تكون أهدا من المدينة تعالوا نكمل هناك الكثير من أشكار في القرية فيلدس الحقول و الأشكار الكلمة تحتاجها خط لك كلمة هوم بتشير لأيه؟ لسيتي المدينة المنطقة تريد الأشجار أو فيلدس بتشير للقرية أهدا متى نادا زارت كايرو؟ قالت أهو العام الماضي دي رقم كام؟ دي رقم ثري جميل لماذا بتحب كرياتها؟ أهدا نقول لأن الكاريير بتاعتها لأنها قادة من إيه؟ زي ست دي نومبر فور نكتبه بهين هي سنة خمسة تعالا نحل اللي بعضه ما لهم عنقول هاد تو موف هينقلو هينقلو فين بقى؟ لمنزل ايه جديد باتس اللي هما الخففيش هنقول كان يستطيعوا هايد ان هما يختبئوا فين ياولاد في الظلام ودي فعلا دي حقيقي الخففيش بعملو كده. شي دي مفرد ياولاد تاخد هاف لا يا مس بتاخد هاز. تعالوا نكتب. هو يقدر يلعب الان عشان هو متعب يبقى كان لا طبعا هو مش قادر يلعب يبقى كانت. بعد كده في الام هنا ايه اللي هو بكرة البحر وفي الاخر نحط ياولاد نقطة لان دي جملة عادية. معقى مجابة عنها في كتاب الشرح اللي موجود. في اخر كتاب الشرح ياولاد اللي موجود في الوحدات بنلاقي كمية او فقرات انشائية كتيرة قوي من ضمنهم يعني شقتي. تقدر تذكر كل البراجفات دي قبل الامتحان. عشان تقدر في الامتحان تكتب البراجراف منتها سهولة. سيبالك تحت كده لينكين في الوصف وفي اول كومنت ازاي تكتب باراجراف وازاي تكتب ميل. هيفودوك جدا حاول تبص عليه. تعالى نكمل. المحافظة اللي بقى كده رقم سبعة. الامتحان رقم سبعة محافظة الغربية. برضو عندي نص استماع بنبدأ كده الامتحان. اي امتحان بنبدأ بنص استماع الاول نسمعه وبعد كده بنبدأ ايه؟ نبدأ نحل. المحافظة اللي موجود في المستشفى انديا في الهند تون زا كوريدورز حولوا الكوريدورز انتو كلاسرومز الى فصول. الممرضين اصبحوا مدرسين يا ولاد ان زا فاميلي والعيلة اعضاء العيلة اصبحوا اللي هما طلاب. زيس ايديا هزي الفركرة ساعدت العائلات ان هما يعتنوا باقاربهم لما يعودوا للمنزل بعد ما يكونوا في المستشفى. زي كانت علمهم ان هما يغيروا الضمضات ويعطوا حقا اتهم في المنزل. جميل. تعالوا نبدأ على طول كده بالحل يلا ونشوف الحل بيقول ايه؟ اول حاجة نقط فروم اوزبيتل مين اللي حول الكوريدورز لانفصول يا ولاد؟ الفريق ولا ستاف طبعا ستاف اللي شغال في المستشفى. افراد العائلة او اعضاء العائلة بيكون ذا نقط ان زيس هزبتل اصبحوا ايه؟ طلاب طبعا. لان هم بيستلقوا المعلومة. زيس ايديا اقاربهم. زي فاملز العائلات كان نقط ابان دي اداروا يعملوا ايه في الضمضة؟ ميك ولا تشيك ولا بريك ولا تشينج اداروا يغيروا. غيروا عالجرح يعني. اختاروا الاجابة الصحيحة. عادل اسفيري نقط هي هلبز هزفرندس هو ساعة صديقه هو ايه؟ اجلي قبيح فرندلي ودود ليزي كسول انجري غطبان طبعا هو كده ودود. احنا بينام فين في الكاتشن في المطبخ؟ باثروم الحمام غرفة المعيشة ولا غرفة النوم صح؟ رأسي تقولني ايه؟ انا كده عندي ايه؟ اهدك صداع. لكن طبعا سطومك ايك؟ قلم معدى؟ باك ايك؟ قلم ظهر اللي هو ايه؟ قلم الازن. النقط بيطير ها؟ في الليل ات سليب ابسايد داون. وبينام رأسا يعني مقلوبا رأسا ها؟ اون تريزي على اشجار بينجوين اللي هو بطريك بيرت اللي هو الببغاء. فلامينجو تقريب فلامينجو ولا بات الخفاش طبعا الخفاش. تقدر تشوف في كل مكان اللي ايه اماكن يعني ايه؟ فيها عشب. بعض طبعا بتكون دافئة. ها؟ and some are كل وبعضها بيكون ايه ايه بارد او او منعش. اه طبعا اربعين ها برسنت. فورتي برسنت. اربعين في المية من الارض. بطبع عبارة عن وده بيعتبر ايه؟ ها؟ حاجة طبعا شيقة. اه انامولز اه؟ يعني الكثير من الحيوانات الشيقة عايشة على الجراسلانس. ايجز ما لهم؟ هنقول لائنز. يبقى النصور والأسود. and the wolves live there بيعيشوا هناك. بعد هنا نحل الاسلة تيجي على القطعة. في المزينة المثالية. there is a big zoo. بيكون في حضرة حيوان كبيرة. next to the school. بجوار المدرسة. we can go there every afternoon. نقدر نروح ناكل بعد الظاهرة. after classes بعد الدروس بتاعتنا. we can help to feed the animals. نقدر ناكل الحيوانات. it is really hot in our town. الجو بيكون حرر في المدينة. so there is a water park في ملاهي مائية. that is always that is always open. دائما مفتوحة. it is free to go on. وبتكون مجانية. there is a wonderful market في سوق هناك. that sales بيتبيع all kinds كل الاشياء of delicious foods والطعام اللذيذ. we love. احنا بنحب our town المدينة بتاعتنا very much كسيرا. this text has a in us. is about restaurant. مطعم town المدينة. shopping mall من منطقة التسوق واللايبيري المكتبة طبعا هي عن town. we can go to the the note when it is hot. بنروح في الا ما يكونوا دو حر. bookshop. supermarket. water park. ملاهي المائية. where is the zoo? اين الحد يقان. اقول ان the zoo. اهو. there is big zoo. next to the school. دي رقم 3. نكتب اها. what does the market sell? بيع ايه? طبعا احنا قلنا. in the market that sells all kinds of delicious foods. ودي رقم 4. اربع. بنكتبها. بعد كده نبدأ نحل على طول. my uncle. يعني عمي او خالي. ماله. works. بيعمل. in. في. a big factory. في مصنع كبير. بعد كده. هيبقى عادل. هل عادل عنده? مشكلة في الحلق. بعد كده انا عندي حاتم. حاتم ده مفرد يبقى اخده ولا ياخده. شي كود. لو ما عندي كود يبقى الفعل هيجي في المصدر ون ده تصريف تاني. المصدر منه وين? بعد كده نقول اي. go to الكزاندرية. انزل سمر. وفي الاغر نحط ايه اولاد نقطة عشان دي جملة عادية. بقول لينا الكلمة عن my favorite animal حيوانك المفضل. هنروح لكتاب الشرح. ندور على my favorite animal وننذكره. تعالوا نشوف المحافظة اللي بقول. my name is dalida. اسمي dalida and i like blogging about different things. وبحب اعمل بلوب كده عن الاشياء المختلفة. this week هذا الاسبوع i am writing about unusual homes. كتبت عن الحيوانات المنازل الغير عادية. this topic was a الموضوع is very interesting. مهم جدا for me بالنسبة لي. because my mom's and architect architect. architect. يعني مامتي بتكون مهندسة. so she sometimes هي احيانا takes me بتاخذني to see some brilliant places. ان انا شوف الاماكن الرائعة. it is really awesome. ودي حاجة رائعة جدا. تعالوا على طول كده نشوف الحل بيقول ايه. اول حاجة dalida likes بتحب blogging about different things. this week كذلك هذا الاسبوع she is writing about. هي كتبت عن المنازل الغير عادية ancient ولا modern ولا unusual عن غير عادي. دليل از مام ام دليلة بتكون ايه. doctor, doctor, teacher, mother, driver ولا diver ولا architect. طيب. here mom sometimes هي مامتها احيانا takes here to see. بتاخدها ان هي تشوف some brilliant places. شوف الاماكن الرائعة. بيقول لي ايه اختاري الاجابة الصحيحة. وين we see a snake لما بنشوف صعبان. وفين احب بنشعر بايه? بالخوف. هاب بيستعادة عن جري جوح سليبي النوم. طبعا سكيرد الخوف. his grandma is very kind. جدته بتكون طيبة جدا. she always gives him. هي هدايا وم بتعطيه هومورك. واجب هدايا views ولا بالكنيز. طبعا هي بتعطي له ايه? هدايا. I love. نقط. I play football everyday. انا بحب ايه? رايتنج. الكتابة. سبورتنج. سبورتس. طبعا الرياضة. you are sick. انت مريد. stay home. يعني ابقى في المنزل. and take this. واخد problem مشكلة. coach ولا medicine دواء? خد medicine دواء. there is a special hospital in india. دي المستشفى مهمة ومميزة في الهند. the hospital is always المستشفى دائما crowded. مزدحمة. because people come to visit patients. لان الناس بتيجي تزور المرضى. the a. هنقول the stuff اللي هو الفريق بتاعها. مالو? هنقول of the hospital في المستشفى made something different عمل شيء مختلف. add the hospital في المستشفى the stuff teach علم the family العائلات members. اعضاء العائلات. how to do useful things. زي يعملوا اشياء مفيدة. like مثل اي اولاد. هنقول it's changing. ان هما يغيروا. band digits اللي يضمضاد. or giving injections ويعطحوا عن. this is. وده بيعتبر help fall. for both the stuff and the patients. انه مفيد لل stuff والمرضى. تعال نقرأ القطعة. today is Friday. اليوم. يوم الجمعة. it is the holiday. هو اجازة for all people. اه اجازة كل الناس except my mom. معادة من مامتي. it is busy day. هو يوم اه يعني يوم مشغول. she stays home. هي بتبقى في المنزل. and does a lot of activities. وتعمل كثير من النشاط. we help her. احنا بنساعدها. she cleans up our apportement. بنروى الشقة. she gives my father a grocery list. بتعطيله القائمة بتاعت البقالة. he goes to the supermarket. هو بيذهب للسوبر ماركت. to buy اه نشتري حاجات البقالة. my sister chops. اه ما لها. بتقطع فيجتابلز الخضروات. and slice fruit. I feed the birds. بأكل الطيور. we have lunch at home. لعمل غدا في البيت. in the evening. في المساء. we watch tv. بنشاهد التلفزيون. اول حاجة. الكلمة اللي تحتها خط ليه كلمة holiday means بتاعني. هنقول عطلة. زا فاميلي العائلة نقط in the evening. بتعمل ايه في watch tv. في المساء. بيبدأ يشاهدوا التلفزيون. what does the father do on friday? بيعمل ايه يوم الجمعة. هنقول. he goes to the supermarket to buy groceries. يعني نشتري حاجات الايه البقال. the number three ياولاد. طيب. summarize في جملة واحدة. ممكن نقول اتسألوا دي انها اجازة. for all people except my mom. معادة مامتي. وممكن نقول حاجة تانية. we help my mother on friday. احنا نساعد مامتنا في الجمعة. اي من الجملتين بيبقوا صح. تعالوا نحلها طول يلا. he. هو. ميلو. hurt. جرح. his. pack. بعد كده. the. hospital. المستشفى. هنقول ان هي. is. a. busy. place. مكان مشغول. last year. طالما قلت بقى دي جملة ماضي. we visit. لا هتبقى visited. we are at holiday. لا هتبقى on holiday. هنا هتبقى w capital. we can help you in the hospital. وفي الاخر نحط علامة اي ياولاد استفهام. طيب. هنا عندي اتكلمة عن ايميل. بيقولك write an email about اه 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 اي. عن حوالي تلاتين كلمة. to your friend. صديقك عادل. يبقى الاميل ده رايح لمين? رايح لعادل. add gmail.com. شايفين عادل? هنكتبها هنا. في two. تمام? طيب. وهنكتب اياد ان الايميل ده لاياد يبقى ده هنكتبها هنا. الايميل ده من واحد اسمه اياد. لو انا نكملت تلهم اخبره. about your favorite room. يبقى انا هتكلم عن my favorite room. شايفين my favorite room دي? يعني بغضل هتبقى my. تمام? وهكتبها فين? هكتبها في في الموضوع. هابدأ دير. ها? دير عادل عزيزي عادل. وابدأ اعطل هاو اريو كيف حالك? وابدأ الايه? الايميل بتاعي. اه في فيه في في الوصفة. ازاي تكتب ايميل? حاول تبص عليه. هيفيدك جدا. وصلنا بعد كده للمحافزة رقم تسعة. محافزة البحيرة. هنكرأ على طول نص الاستماع ونشوف. نص الاستماع بيقول. زا فرنيتشر ان انشنت ايجيبشن. الاساس في المصرية القديمة هوم زي من النزل بتاعيتهم was very different from today. مختلف عنه النهاردة. زير وير ريد ماتس عندهم حسرون. ها? and sleep on and sleep on وينما عليه. زي used papyrus بيستخدموا الورق البردي to cover the winds عشان يغطوا به الشبابيك and doors will be ban. in every home في كل منزل زير وير لارج بوز في اواني كبيرة عند باسكتس وسلال for strong crops للمحاصيل بتاعتهم. تعالوا على طول كده نبدأ اولاد اه الحل زي ما انتو شايفين. اول حاجة بنقول ايه? بنقول ايه? بنقول بتاعتهم. was very different from today. كان ايه? was very different. مختلف عن النهاردة. جميل. زير وير ريد هم عندهم ريد ايه? ريد ماتس. حسران عشان يجلسوا عليها and sleep on وينما عليه. زي used papyrus بيستخدموا الورق البردي to نقط عشان ايه? to cover عشان يغطوا به الشبابيك will be ban. زير وير لارج عندهم لارج ايه? باتس. اواني كبيرة. ها? وآآ كمان عندهم باسكتس وسلال. تعالوا نبدأ على طول بالحال. زاس نيلز الحلزون. هاف هارد. عنده هارد ايه? ايه? عنده ايه قوي? وعندوش ارجل. عنده تيلز ديل. سكن جلد. ارمز زراع? ولا شيلز? صدفة. صدفة. ايه? انا جرحت ايه? الوجبتي لاست ويك الاسبوع اللي فات. وجدتي وضعت لي ايه? اللي هي ايه? دماغة. هي بتنام في غرفة جميلة. ان ذا هوتيل فوندو. ولا محطة ولا ايربورت مطار ولا ميوزيوم ما تحكيت طبعا بتنام في هوتيل. زا نقعة بيعيش في السلج. ايه كانت سويم. ات كانت سويم يعني بيادر يقوم. بط ات كانت فلاي بس ما بدرش ايه يطير. سنيل. الحلزون اللي هو البغاء. بينجوين البطريك ولا لايين? اكيد طبعا بنجوين البطريك. هناك اه في يوم الايام. اه في هناك شجرة كبيرة انهط في الحر. وارض كافة. هنقول اتهاد ها? عايشة بقى لها من يزعى سنوات عديدة. الجزء بتاعها واسع جدا. وعندها ميني جرين برانشز. فروع خضراء كتيرة. هنقول ايه? هي كانت مشهورة. ها? لانها الشجرة الوحيدة اللي عيشة. اه شلتر بتعطينا المقوى والراحة للكسير من المسافرين. دي نمبر فور يا ولاد. اللي بتحركوا تعالوا نكمل. هنحل نقرأ القطع ونحل التدابات اللي جاية عليها. انك تاكل طعام صحي واخر وقت. عشان تعمل غزاء. نظام غزاء متوازن. هناك الكثير من اشياء ذات وي كان دول نقدر نعملها. عشان نعتني بصحتنا. وفو تعمل التمارين كل يوم. انك تحافظ على جسمك حر. تلعب رياضة سكول في مدرسة مع اصدقائك. دي طريقة كويسة تتمرر. تروح للسرير مبكرا. وفو تنام بشكل كافي. الخبراء بيعتقدوا. وفو تنام من 8 ل9 ساعات كل ليلة. وده يخليك سعيد. انك لو عملت وقت عشان تسعد فيه انك تقضي طايم. مع عائلتك. فكرة كويسة لعمل بذلك. لعب الرياضة في المدرسة is a good way too. ده حاجة كويسة لإيه. طبعا اكسرسايا. الفكرة الرئيسية بتاعت النص عن. how to be healthy. زي تكون صح. لماذا من المهم انك تاكل طعام صحي. هنقول. to lock. حشان نعتني بصاحات. the number three. نكتبها. how many hours should you sleep قد ايه. طبعا هنقول. الخبراء قالوا. you should get between 8 and 9 hours of sleep every night. دي رقم 4. تعالوا نرتب الجمل. ده شكل امتحاني يا ولاد بتاع كل ما راح بالحالي تم امتحاني كتير عشان تتعود عليه. we had number two. we we had ايه? انقول. we had a good day at the club. ده يوم جميل في الايه? في الكلب. تمام. بعد كده زهولور. هولور اللي هو العواء. هنقول ان هو منكي. كرض العواء. ماله. هنقول lives. بيعيش. in. the jungle. بيعيش في الغاب. طيب. the film start at night yesterday. عندي yesterday. دي جملة ما دي بقى started. who is the best football in your team. ما عايزين نقول من اللعب الافضل لفوتبول? لا يبقى فوتبولر. بعد كده كان. can i have some honey please? وطبعا في الاخرى تبقى علامة ايه? استفام لاني ده سؤال. wild life park الحديقة البرية. حاول تجيبها من كتاب الشرح ازا ما قلت لكم. اللي امتحان بعد كده محافظة كفر الشيخ اللي امتحان رقم عشرة. وده اخر امتحان هنحله دلوقتي في الفيديو. تعال الاول نشوف نص الاستماع بتاع بو يقول ايه? بيقول ذا دو جانج اللي هو بكرة البحر is a marine animal. هو حيوان بحري. it lives all its life. بيعيش كل حياته انوضر في المية. it eats grass. بيأكل العجب from the sea bed من قاع البحر. ذا دو جانج اللي هو بكرة البحر has got a lovely friendly face. عندها وش ودود كده. ولطيف. it's cute. هي لطيفة. it's unique name. الاسم بتاعها آآ اللقب is a sicka. وبكرة البحر. نبدأ على طول بالحال. is a noot animal. هو small animal حيوان صغير. marine حيوان بحري. the do gone lives all its life in. بيعيش كل حيات فهولز. في صقب. ماونتينز آآ جبال. sandrum. لو لو درمية. ماية. it eats هو بيأكل grass. عجب من قاع البحر. it's nickname. ازا اللقب بتاعه line. الاسد. بير دوب سيل ولا سيكاو. بكرة البحر. my uncle عمي او خالي is an noot. he is interested. هو بيهتم. in آآ designing unusual. بالتصميمات الغير عادية. بقى دكتور دكتور فيت. طبيب بيرتاري. اللي هو architect اللي هو مهندس ولا فارمر طبعا مهندس. آآ نقط are my favorite animals. هو حيوان المفضل. they are black and white. هو ابيض في سويد. لا طبعا. بانداز. طبعا البانداز. زا نقط help turds بيساعد السياح. no more information يعرفه معلومات اكتر بقى ايجبت. مين? doctors الطبيب? tour guides اللي هو المرشد السياحي. جميل. I have a noot. can you help me? انا عندي ايه? عندي prize? ولا عندي ميل? ولا عندي مشكلة ممكن تساعدني? جميل. the furniture in ancient اه هومز. الاساس بتاع المصريين والقدماء المنازل بتاعتهم. was very different. مختلف جدا عن اليوم. زير. هم عندهم ايه? عشان يجلسوا عليها. ها? ايه? واند ويناموا عليها. زي يوزد بابايرس هما بيستخدموا النبات البادي تو عشان يغطوا بيه الشابيك اندورز والبقبان. زيس كيبت ازا? وده بيحافز على ايه اولاد? هنقول ده بيحافز على انساكتس. ان الحشرات. ها او ستفضل بالخارج. ان افري هم في كل منزل زير وير لارجة عندهم ايه بوتس اواني كبيرة. اند باسكتس وسلال. ها for storing crops and wooden boxes for clothes. not many people had birds orchard. مش كل الناس عندها ايه سرير و كراسي. دعا نقرأ الكطع دي. my name is my anasmi my and I live in baltym. وعيشة في بلتيم. it is. وبلتيم دي اولاد هو مصيف موجود في كفر الشيخ. it is very big town. هو مدينة كبيرة. near the sea بالقرب من البحر. يعني بلتيم عندها شاطئة. طيب حوالي ايه من حوالي اه اربعين هي حوالي اربعين people. اربعين الف شخص. live here بيعيشوا هناك. there are many shops فينك العديد من المحلات. and supermarkets. واليه? والسوبر ماركت. in my town. في المدينة دي. you can get everything. you need. تقدر طيب اي حاجة انت محتاجها. there are four banks. فيها حوالي اربع بنوك. and a post office. وبريد كمان. there is a police station. وعندهم كمان مركز بوليس. and a library. ومكتب. I usually go to the market with my mom. انا دايما بروح السوق مع مامتي. the main idea. الفكرة الرئيسية of the is about. عن مين? عن my family. عائلة my? زى سيء البحر بلتيم? ولا زى شوف. طبعا فكرة تتكلم عن مدينة بلتيم. my lives in a? هي عايشة في ايه? في big town. في مدينة كبيرة. how many people live in بلتيم? ايه الناس اللي عايشة في بلتيم? قدي ايه? طبعا حوالي ربعين الف شخص. دي رقم سرين. طيب. بقول لك الكلمة اللي دي هتاخدت اللي هي refer to بتشير لي مين? بتشير لي بلتيم. بقى دي بلتيم دي رساب رجبت سؤال رقم اربعة. نكتب اهي. طيب. بعد كده. نحل على طول يلا. نراتب. I am ها? ها? worried. about. my. friend. كمي. بعد كده. does. your. stomach. heart. ازا نقطة one the first prize. هنقول climb ولا climber? climber. I doesn't have a source root. هيبقى I بتاخد ايه? don't. بعد كده تبقى ال W كبيرة. capital يعني where is the bank? وفي الاخر علامة الايه? الاستفهم بتاعي. بقول لك انا اتكلم عن what I should do to be healthy. مفهوض تعملها عشان تبقى بصحة جيدة. هتلاقيها الكتاب الشرح زي ما قلت لكم. هسيب لك تحت قائمة تشغيل الصف الخامسة ابتدائي عشرين اربعة وعشرين ترمي تاني. عشان لو نقصك اي فيديو محتاج تشوفه. مشروح ومحلول. هسيب لك ازاي تكتب ايميل. وازاي تكتب باراجراف. اللينكات بتاعته ما توقف الوصف في اول كومنت. سبك صفحة الفيسبوك لو محتاج تتواصل معايا في اي شيء. ذكروا يا سنة خمسة بتحنات الرابط بتمنى لكم التوفيق جميعا كانت معاكم مسع سميس. لسه مشروحش في القناة وفعل زر الجرس. ياريتي اشترك حالي نفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد.